السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوضر ولا خميرة طيب المال هنعمله ايه هنعمله بمكونين اتنين بس وهنعمله كمان على الطاصة مناسب للكيتو ولكل انواع الدايت والسكريين وحساسية الجلود معي كوباية من الجبنة الموت زريلا عايز الايك يا بنات للفيديو الخبز ده سريع ويعني جميل جدا وطعمه لذيذ وايعجبكم معي بطين بدرجة حرارة الغرفة وكوباية جبنة موت زريلا بدرجة حرارة الغرفة هم دول المكونين اللي احنا هنعمل بيهم الخبز احنا هنحط بس رشد فلفل اسود عشان الزفارة وهنضرب كل المكونات دي بالهند بلندر او ممكن في الخلاط لو مش عندك هند بلندر لحد لما القوام يبقى ناعم وهتشوفه ازاي دلوقتي كل ده هيبقى ناعم مش هينفع ان احنا نعمل غير كده يعني مش هينفع ان احنا نقلمهم بالمعلقة لازم في الخلاط او بالهند بلندر لحد لما العجينة تبقى نعمة جدا فيه بقى طريقتين للتسوية ممكن نسويها على ورق زبدة لما هتشوفه دلوقتي هنسويها على ورق زبدة في الفرن دي اسهل طريقة ممكن طريقة الاسهل والاسهل ان احنا نسويها في الطاصة وهوريكو ازاي دلوقتي برضو طبعا هي زي ما تحبوه ممكن تعملوها في الفرن لو اسهلك في الفرن بس انا الاسهل ان انا اعمله في الطاصة فعشان كده عملته في الطاصة لكن النتيجة واحدة يعني احنا كمان ممكن نستخدمها كقاعدة بيتزا يعني بعد لما نحطها على ورق زبدة قبل ما ندخلها الفرن بنحط عليها بقى كل مكونات البيتزا من فوق الصلصة بقى او الفريخ او اللحم المفرومة او اي حشو انتو بتحبوها وزتون وفلفل وبتبقى احلى بيتزا ده القوام اللي انا بقولكو عليه قوام ناعم جدا جبت الطاصة وحطيت كده بقى انتو ممكن عايزين تعملو خبزه صغير ممكن تعملوه على 3 ترغيفة او 4 ترغيفة بس انا عملت الكمية دي على رغيفين والرغيفين كانوا كبار بس ايه يعني انت لو عايزة تعملي رغيف صغير يبقى افضل لان انت مش هتقدر يتخلصي الرغيف ده لانه لسه بيكبر تاني يعني بيفرش بقى في الطاصة هتشوفه دلوقتي هو بيستوي شكله ايه يعني ما تسويهوش اوي لان هو كده كده هيتفرد في الطاصة بس الابضل انك تتغاري عن الحجم ده انا هنا حطيته على نار التجاز نار متوسطة مش نار عالية وبعد كده بنوطيها هقولكم هنوطيها امتى هو دلوقتي ديسة على النورة هنبدأ نلاقيه بقى ابتدى ان هو يتفرد هتشوفه دلوقتي ازاي جاريت يا بنات لايك للفيديو وشير مع اصحابكم وحبيبكم يعني انا شايفة ان ده انسب خبز يعني لكل انواع الضايت وللناس اللي عندها حساسية جلوتن لا فيه جلوتن ولا سليم ولا بزور كتان ولا بزور شية يعني واسهل من كده كمان ما فيش بصه هو ابتدى اهوت يتفرد اهو يسيح شوية يعني هو هيعدل نفسه هيبقى مدور اهو شايفين انا كده مش هيجي نحيته خالص يعني هقولكو بقى هنقلبه امتى بصوا ابتدى اهوت يبقى لي له انا بوريكم المرحلة بتاعت التسوية كلها عشان تقدروا تقلبوه ويتقلب معاك وسهل من جرمه يتقطع منك طبعا اما تيجي تعمليه يريد تصغاري مقاس عن كده عشان لما تيجي تقلبيه بقى سهل معاك انا كلت بي فول على الفطار كان رائع يعني كان طعمه جميل ولزيز جدا ما تحطلوش ملح علشان الجبنة المبزاريلا بيبقى كده كده فيها ملح فهو طعمه حلوة قوي كده لو حططيه ملح هيبقى حادق فياريت ما تحطوش ملح فانا لمست بيه الفول كنت منمسه كان رائع انا اللي بدمس الفول في البيت وهبقى حطلكم لين كده تدميس الفول بدمسه حلوة قوي انا كنت عاملة البيتجو بتاع تدميس الفول هحطوه لكو في صندوق الوصف لو حابين تشوفوه ما بحبش الفول الجاهز بصراحة بصوا انا هنا كده جيت اضيره لقيته لسه مش هينفع يتضير فانسيبه تاني انا كل ده لسه موطتش عليه النار هوطي عليه بقى لما الاقي السباتشولة بترفعه وهينفع يتقل بسهل كده بقى انا كده وطيت النار لقيت بقى من فوق خلاص الخبز النافع ان هو يتحركه من الطاصة شايفين بيتحرك سهل وطيت بقى النار ويروح مضايره على الناحية التانية لما هنقلبه بقى على الناحية التانية هنسيبه حوالي دقيقتين بس ويبقى كده خلاص الخبز استوى معي ان شاء الله الكل اللي طالب مني وصفات هعملها بإذن الله بس يعني واحدة واحدة كده لاني ايه يعني ماشي بنظام فما بحبش ان كل يوم يبقى فيه فيديو حلويات يعني بحبت انوع ضيارت وقهوت دي الناحية التانية بس هقلبه بقى كمان مرة وخلاص على كده يفضل ان انت تكليه بارد يعني هو سخن هتحسي ان هو فيه شبه من طعم البيض شوية فاتسيبه برد هتلاقيه تعدل بقى وبقى حل لو عايزة تقليلي البيض عن كده وتخلي بيضة واحدة مفيش مشكلة بس انا شايفة ان هو مزبوط كده بالبطين يعني ممكن زي ما قلتلكو بعد ما نسويها كده كمان نحط عليها بقى إضافات وندخلها للفرن هتبقى أحلى بيضة او نية يعني تحطوها نية وتفرشوها على ورق زبدة وتحطوا عليها الإضافات وتدخلوها مرة واحدة للفرن وخلاص زي ما قلتلكو جيدكم مية كلها عملت بيها رغفين كبور حتى انا بصو هنا مش فارديها يعني سايبها انا كانت تطسى صخنة فهو تجيها بقى النور هي تفرد تهيل وحدها على النور هكمل تسويتها ووريها لكم مفيش أسهل من الخبز ده يا بنات سريع جدا أنا يعني النهار ده كنت عايزة أفطر ومعنديش خبز شوفان ولا خبز دخن ولا خبز كنواء ولا أي حاجة كان كل ولا خبز دي أمحي كامل كان كل أنواع الخبز اللي عندي خلصت فروحت عاملة للخبز ده كان سهل يعني وسريع وفطرت على طول ومشبعني جدا يعني وطعمه حلو يعني اتاكل حاف أساسا يعني اتاكل حاف يشبع من غير غموس أهو من ضياره بقى على النحية التانية زي ما انتوا شايفين حلو جدا وهيعجبكم ان شاء الله ومستني رأيكم على الخبز في التعليقات وأتمنى تعملوا لايك للفيديو علشان أنا جايلي إحباط لأن اللايك هو اللي بيرفع الفيديو والفيديوهات أنا بتعب فيها ومش لقيا يعني مشاهدة يعني فدي حاجة مزعلاني وعمل لي إحباط فعايزة بقى لايك يا بنات للفيديو علشان استمر في تنزيل الفيديوهات إن شاء الله بس هو ده الفيديو بتاع النهاردة ودون الرغيفين الخبز عملتوا بسهولة جدا سهل مفيش أسهل من كده وطعمه لذيذ إن شاء الله يعجبكم هنفتحه بقى ومشوف شكله من الداخل متشكرة جدا إن كل اللي ينفذوا للتطبيقات وإن شاء الله هنزل فيه كمية تطبيقات كتيرة قوي جيالي على الخاص فهنزلها إن شاء الله على المنتدى المنتدى ده هتلاقوه فوق في جنبك كلمة فيديوهات القناة من فوق خالص كلمة منتدى وقوائم التشغيل من فوق برضو لو مش عارفين أماكنهم ممكن أعملكوا فيديو بأماكن الحاجات دي تخشوا بقى على المنتدى وعلى قائم التشغيل وعلى فيديوهات القناة كلها ده بقى الخبزة هوا من جوة شايفين رائع جدا جميل جدا جدا إن شاء الله تجربوه وتبستو منه وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات جديدة قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة